أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي بلغ حوالي 702 مليون راكب عام 2023 مقارنة بنحو 6002 مليون راكب عام 2022 مسجلا نموا بنسبة 13% بما بلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجر العام الماضي قرابة 1.92 مليون راكب مقارنة بنحو 1.7 مليون راكب عام 2022 وسجل شهر ديسمبر من العام 2023 أعلى معدل في عدد الركاب حيث جرى نقل قرابة 64.9 مليون راكب وذلك تزامنا مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير مناخ كوب 28 وحل شهر أكتوبر ثانيا ب64.2 مليون راكب تلاه شهر نوفمبر ب64 مليون راكب وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 54 و60 مليون راكب